بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك دكتور أنس الميكروفون معك تفضل حياكم الله أستاذ محمد شكرا لكم وشكرا لكل أخو المتابعين والموجودين في هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتمو التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أعتذر عن خطأ حصل في العنوان الحلقة اليوم وأنا سبب هذا الخطأ العنوان المكتوب هو آثار قرار المفوضية الأوروبية اعتبار بعض محطات الغاز والطاقة النووية ضمن سياسات الحياد الكربوني الصحيح هو آثار قرار البرلمان الأوروبي والذي أيدته المفوضية الأوروبية وهذا الخطأ أنا لأنني كتبت لما كنت عم تكلم مع الأخ محمد كتبت العنوان بسرعة فهو آثار قرار البرلمان الأوروبي وإن شاء الله سيتم تصليح ذلك فيما بعد قبل أن أبدأ طبعا هناك أسئلة كثيرة من الزملاء حول أمرين مهمين قبل أن أبدأ في صميم الموضوع اليوم كما تعلمون اجتمرت أسعار النفط بالهبوط اليوم وخام برينت نزل تحت 100 دولار إلا أنه في الربع سالة الأخيرة ارتفع وارتفع فوق المئة دولار ولكن واضح أن الانخفاض كان كبيرا في اليومين الماضيين فما هي أسباب هذا الانخفاض نحن نقشنا يوم الثلاثاء الماضي ولكن أريد أن أعود وأجاوب هذا السؤال أن هناك قلق شديد بشأن الركود الاقتصادي العالمي وهناك أدلة كثيرة على طباطو الطلب على النفط ليس فقط بسبب الركود أو بسبب طباطو النمو الاقتصادي ولكن أيضا بسبب الارتفاع المستمر للدولار وانخفاض العملات الأخرى مقابل الدولار النفط يسعر بالدولار كما تعلمون وهذا يعني ارتفاع سعر النفط حتى لو لم يتغير سعر النفط مجرد ارتفاع الدولار يرفع سعر النفط في هذه الحالة بالنسبة للدول التي تستخدم عملات غير مرتبطة بالدولار فالسبب الأساسي هو القلق بشأن الركود الاقتصادي وارتفاع الدولار ولكن بالشكل العام هناك مشكلة كثير من المحللين لم ينتبه لها أن عندما نتكلم عن مستوى المخزون عندما نتكلم عن مستوى الأبار المحفورة غير مكملة في مناطق الصخري الأمريكية عندما نتكلم عن المخزون التجاري عندما نتكلم عن المخزون الاستراتيجي الكثير من المحللين والصحفيين ينظرون إلى مستوى الهبوط أو مستوى التغير أو مستوى الصعود في هذه الحالة ولكن اقتصاديا هذا الكلام غير صحيح يعني أنا مثلا إذا ارتفع المخزون بسبب انهيار أسواق النفط 200 مليون برميل ثم نزل بعدها 200 مليون برميل بالفترة القادمة فأنا كل اللي صار أنه الزيادة اللي حصلت في وقت الكساد استهلكتها وانتهى فعدت أنا للمستوى الماضي فإذا نظرنا إلى فترة الانخفاض لوحدها لا يمكن القول بأن أسعار النفط تستمر بالارتفاع فقط بسبب الهبوط الحقيقة أنه علينا أن ننظر إلى الطلب والعرض وإلى المستوى الأمثل للمخزون التجاري المستوى الأمثل للمخزون الاستراتيجي نحن نعرف منذ زمن بعيد أن المخزون الاستراتيجي الأمريكي أكبر أو هو أضعاف المستوى الأمثل الذي تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية فانخفاض المخزون الأمريكي يجب أن لا ينظر له على أنه أحد مسببات ارتفاع الأسعار بل هو على العكس وأحد مسببات الانخفاض الآن إضافة إلى موضوع التضخم والدولار الذين ذكرتهما مسبقا فالقضية الآن علينا أن ننظر إلى المستويات المثلة للمخزون وإذا نظرنا إلى هذه المستويات نجد مثلا من ضمن الأشياء أنه لو نظرنا إلى كمية المخزون مقسمة باستهلاك النفط في دول منظمة التعاون والتنمية نجد أنها في نفس المستوى الذي كانت عليه قبل انهيار الأسواق في عام 2015 فليس هناك مسوّغات لوجود أسعار عالي أو وجود أسعار مثل ما قال البعض 380 دولار في سيناريو أو بعض تكلم عن 150 الأمر الآخر أنه هذا بالنسبة للمنظمة التعاون والتنمية ولكن حتى لو نظرنا إلى الصين لو نظرنا إلى كمية المخزون مقسمة بالطلب المستقبلي نجد أنها الآن 18% أعلى من مستوها في عام 2019 يعني أعلى من مستوى ما قبل كورونا وبالتالي ليس هناك فعلاً عدس في الأسواق تبرر صعود الأسعار إلى 150 أو 200 كما يتوقع البعض سيناريو أن يتوقف النفط الروسي تماماً أي إنسان ممكن أن يفترض هذا السيناريو وإذا كان هناك نموز الرجاضي أو أي معادلة ممكن يأخذ منها أسعار النفط ولكن حتى جي بي مورغن عندما قالوا أن لو توقف النفط الروسي سيكون السعر 385 دولار هذه نمزجة ثابتة وغير ديناميكية غير متحركة ما هو المقصود في هذا الكلام عندما إذا بدأ النفط أو صادرات النفط الروسي بالانخفاض ستبدأ الأسعار بالارتفاع مع ارتفاع الأسعار سيكون هناك ردة فعل للطلب وستصل إلى مستوى سيتوقف بعض الناس عن الشراء تماماً سيقوم بعض الناس بتغيير سلوكهم تماماً وبالتالي لا يمكن الوصول إلى 385 على كل الحالات لذلك لو نظرنا له بطريقة ديناميكية نجد أن هذا السيناريو لن يتحقق ولكن هل هو السيناريو صحيح؟ لو أنت نظرت للمعلومات وحذفت الإنتاج الروسي بالكامل ماذا يحصل؟ نعم تحصل على هذه النتيجة ولكن هذا ليس هو الواقع الخبر الثاني الذي يستحق تغطية هو ما حصل أمس من قرار المحكمة الروسية بإيقاف خط أمبوب قزوين صدر قرار من المحكمة بهذا الخط كان تاريخياً ينقل النفط من كازاخستان ومن روسيا ولكن أغلب النفط من غرب كازاخستان وصدر أمر من المحكمة الروسية طبعاً يمر الخطع بالروسيا في البحر الأسود فهي لعبة روسية بالنهاية باستخدام قضية بيئية لإيقاف الخط للضغط على كازاخستان لأن كازاخستان وقفت ضد روسيا القرار صدر أمس ولكن قرار المحكمة شيء وما حصل في أرض الواقع شيء آخر حتى هذه اللحظة النفط مستمر بالضخ ولكن العنوين الصحفية تقول أنه تم إيقافه هذا كلام غير صحيح قانونياً حسب ما عرفت من بعض الزملاء في روسيا قانونياً حتى يتوقف الضخ تماماً يجب إرسال شرطي من المحكمة إلى مقر الشركة وتسليمها ملف يأمر بإغلاق الخط حتى هذا الأمر لم يتم حتى الآن فلم يتم إرسال أي شرطي أو مسؤول إلى مقر الشركة لإيقاف الضخط ولكن يمكن أن يحصل وإذا حصل فالأمر أن يتوقف الضخط لمدة 30 يوم قامت الشركة طبعاً باستئناف في المحكمة فمن وجهة نظري يبدو أن هناك نوع من المفاوضات يجري الآن لا ندري إذا كان سيتم التوقف أم لا ولكن إذا توقف الخط فسنخسر بحدود مليون ومئة ألف برميل يومياً من الأسواق وهذا طبعاً سيؤثر سلباً في الأسواق الآن ننتقل إلى موضوع اليوم وهو قرار البرلمان الأوروبي اعتبار بعض محطات الغاز والطاقة النووية ضمن سياسات الحياذ الكربوني أو أنه اعتبروها خضراء أول أمر يجب النظر له أن هذا التطور ليس نتيجة التطورات التي شهدناها بين روسيا وأوكرانيا هذا القرار مكتوب من 2020 موجود من زمن بعيد قبل موضوع أوكرانيا بالكامل وطبعاً بسبب قوة تغير المناخي لم يستطيعوا تمريره إذن هو قرار قديم موجود ليس جديداً ولكن تم استغلال موضوع أوكرانيا الآن واستغلال الوضع الحالي لتمرير هذا القرار هذا يذكرني بقرار خط أنبوب ألاسكا في أمريكا اكتشف النقص في ألاسكا بكميات كبيرة في الستينيات ولكن يحتاج إلى أنبوب الكونغرس الأمريكي عارض بناء الأنبوب لعدة سنوات وكل ما قدموا هذا المشروع يسقط كل ما قدموا المشروع يسقط فجأة حصلت المقاطعة العربية في أكتوبر 17 أكتوبر أو 19 أكتوبر إذا ما خانتني الذاكرة 1973 بعدها مباشرة الكونغرس يوافق بأغلبية كبيرة على بناء خط أنبوب ألاسكا هذا القرار في برنامان الأوروبي شبيه بذلك أنه كان هناك محاولات لتمرير القرار مسبقاً لم يتم ولكن تم استغلال الأزمة الأوكرانية لتمرير هذا القرار ماذا في هذا القرار؟ هذا القرار يسمح طبعاً ما هو سماح كامل هذا القرار يسمح لبعض محطات الغاز أو الاستثمار في محطات الغاز أن يصنف هذا الاستثمار على أنه أخضر كلمة بعض هنا لها شروط كثيرة وكلمة بعض بالنسبة للطاقة النووية أيضاً لها شروط متعددة القرار من الاتحاد الأوروبي صحيح وسائل الإعلام ركزت على العنوين العريضة والكبيرة ولكن التفاصيل كبيرة ومملة هذه التفاصيل وضعت شروط كثيرة لمحطات الغاز حتى تعتبر خضراء وللمحطات النووية من الجيل الثالث أن تكون خضراء أيضاً ولكن في اعتقادي أن كل هذه التفاصيل التي وضعها البرلمان الأوروبي هي لإقناع أكبر عدد ممكن بالتصويت لصالح القرار طبعاً التصويت اليوم كان محاولة إسقاط القانون وفشل ولكن الفكرة العامة أن الآن الاتحاد الأوروبي هناك أسبوع عنا 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم 20 دولة بمعارضة المشروع حتى يسقط واضح تماماً أن هذا العدد غير متوافر وأن هذا سيصبح قانوناً وسيتم تطبيقه في أول العام القادم وبالتالي هو ليس حلاً لأزمة حالية على الإطلاق بأي شكل من الأشكال هو حل للأزمة على المدى المتوسط والبعيد لأنه سيبدأ تطبيقه من أول يناير 2023 ولكن أؤكد مرة أخرى على أن التفاصيل المملة الشروط الكثيرة لبناء محطات الغاز والمحطات النووية هي لتجميع أكبر عدد من الأصوات وليست هي شروط فعلية حقيقية هم يريدونها على أرض الواقع وسيكون هناك تجاوزات وسيكون هناك استثناءات عديدة طبعاً كان هناك غضب كبير من حماة البيئة وواضح تماماً من جمعيات حقوق البيئة أنهم لم يعجبهم هذا غريتا ثمبرغ الفتاة السويدية المشهورة التي عرفت منذ طفولتها أنها مؤيدة لمحاربة تغير المناخي وغيرها غرد التغريدة من الواضح تماماً أن هناك جمعية وراءها أن هناك أناس وراءها التغريدة قانونية بحتة تحتاج إلى محامي متمرس وتعابير قانونية صعبة لا يمكن لإنسان غير قانوني أن يكتبها فواضح أن التغريدة التي كتبتها غريتا ثمبرغ ما هي التي كتبتها ولكن هناك جمعية وراءها ومكتوبة من قبل المحامين لأن التعابير القانونية والأشياء المستخدمة واضح تماماً أنها مكتوبة من قبل محامي ولكن هناك انزعاج كبير من هذا الموضوع هذا الانزعاج مفيد أيضاً بأشياء أخرى لأنه في حالة حصول أزمة كبيرة طبعاً في أوروبا وهذا متوقع كل هؤلاء المعارضين لهذه المشاريع سيخسرون لأنهم ليس لديهم إجابة على هذا الفشل وسبب انقطاع الكهرباء وقت الشتاء مثلاً وغيرها لذلك سيكون هناك ضغوط أكبر لصالح هذا القانون بشكل عام السؤال الأول ما أثار ذلك في أسواق الغاز العالمية عامة ودول الخليج والمغرب العربي خاصة هذا القانون يعني زيادة الطلب على الغاز مستقبلاً بشكل أكبر مما كان متوقعاً حتى من الخبراء الأوروبيين وبشكل أكبر من المتوقع من قبل منظمة التعاون والتنمية ومن قبل وكالة الطاقة الدولية قبل أن أستمر أود أن أذكر أنه في حالة انقطاع لسبب تقني سنعود إن شاء الله إن شاء الله ما يحصل أي شيء ولكن في حالة الانقطاع سنعود وأود أن أذكر أيضاً بإعادة تغريد المساحة لكي يستفيد أكبر عدد من الناس وأذكر أيضاً بالنسبة لمن لا يتابع منصة الطاقة أن يتابعها لما فيها من مواضيع مميزة فالطلب على الغاز سيزيد ما آثار ذلك على دول الخليج والمغرب العربي بشكل خاص بالنسبة لدول الخليج طبعاً المستفيد الأكبر هو قطر قطر الآن تقوم بتوسعة ضخمة ستزيد الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من 77 مليون طن بالسنة إلى 126 مليون طن طبعاً من الدول المصدرة للغاز الأمارات وهناك بعض التوسعة والدولة الأخرى التي تصدر الغاز في المنطقة هي عمان بالنسبة للدول العربية طبعاً هناك مصر ولكن الغاز حالياً يأتي من إسرائيل بالنسبة لدول المغرب العربي سيكون التأثير إيجابي على الجزائر تحديداً وإذا استقر الوضع في ليبيا مستقبلاً يمكن أن تستفيد ليبيا لأن ليبيا كانت تصدر الغاز المسال في الماضي فالمستفيد الأكبر ليبيا لا ندري عن مصير خط الغاز النيجيري ولكن بالنسبة للمغرب المغرب في وضع قد يكون مميز لأنه في حالة وجود عدز في الغاز في أوروبا ووجود عدز في الكهرباء إذا استطاع المغرب أن يطور الطاقة المتجددة بشكل كبير ورخيص وستطاع أن يبني محطات إعادة تغويز عن طريق استخبال الغاز من دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية فيمكن للمغرب أن يصدر الغاز عبر أنبيب إلى أوروبا ويمكن أن يصدر الكهرباء أيضاً مع أنه بعض الزملاء بما فيهم دكتورة جسيكا عبيد ذكرت أنه قد تكون التكريف عالية جداً وشككت في بعض المشاريع اللي له اهتمام في هذا الموضوع ممكن يرجع لمنصة الطاقة في حلقة كاملة مع الدكتورة جسيكا عبيد تتكلم فيه عن موضوع بناء المغرب لمحطات غاز مسال أو بيع الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى أوروبا تقنياً كل ممكن الموضوع في النهاية موضوع اقتصادي ألوى مجد اقتصادياً أم لا ففي النهاية أن القرار الأوروبي الآن هذا مفيد للدول المصدرة للغاز وسيزيد الطلب على الغاز هذا يثير الأمر الذي أتكلم عنه دائماً أنه حتى هذا الأمر لن يساعد أوروبا في التخلص أو يوقف الاعتماد عن الغاز الروسي السبب زيادة الطلب لو بقي الطلب كما هو أو نقص ممكن ولكن طالما أن الطلب سيزيد فأي مصادر جديدة من قطر أو من الجزائر أو من نيجيريا أو حتى الولايات المتحدة سيذهب جزء كبير منها لتغطية الزيادة في الطلب ولكن الأثر إيجابي على مصدري الغاز في هذه الحالة طبعاً نحن لو فكرنا في مثلاً 500 سنة من الآن أو 200 سنة من الآن وعندنا شاب جامعي يقرأ في كتاب من 200 سنة عن هذه الفترة لا أستغرب أن يكون هناك من يقول أو هناك نظرية أن الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا أو ورطت روسيا في أوكرانيا لتأمين سوق ضخم للغاز المسال في أوروبا للعقود القادمة ما أتكلم عنه ليس نظرية مؤامرة ولكن هذا ما تعلمناه في التاريخ دائماً نرى في التاريخ أن الدولة كذا غزت الدولة الأخرى أو شنت حرب لتأمين أسواق في أماكن كذا طبعاً الآن أكبر مصدر أو أكبر مصدر للغاز في أوروبا هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست روسيا السؤال الثاني ما أثر ذلك في مشروعات الطاقة النووية في الوطن العربي التوجه للطاقة النووية طبعاً الطاقة النووية هنا في شروط محددة أن تكون من الجيل التالت وتقنيات محددة ومفاعلات صغيرة ولكن بشكل عام الأشياء المشتركة ضمن كل الطاقة المتجددة عالمياً واحدة وبالتالي فإن زيادة الطلب على بناء المفاعلات النووية في أوروبا سيرفع التكاليف على الجميع وبالتالي كل المخططات العربية الآن لبناء المخططات النووية سترتفع تكاليفها ليس بفقط بسبب التضخم الحالي ولكن أيضاً بسبب زيادة الطلب على المفاعلات النووية عالمياً بالنسبة لأكبر المحطات عالمياً الآن التي تبنى كلها بشركات روسية بما فيها في العالم العربي الآن بما فيها في مصر أو حتى الكلام الآن عن الجزائر هذه المحطات قد لا تتأثر كثيراً بارتفاع التكاليف في أوروبا لأن أوروبا ستحاول الابتعاد بشكل كامل عن الشركات الروسية ولكن الغريب في الأمر هنا ما يلي أنه في اليوم الذي أقر فيه البرلمان الأوروبي الاعتماد الطاقة النووية كمصدر أخضر قبلها بيوم أقرت المحكمة الروسية وقف خط أنبيب الغاءة وخط أنبيب النفط الذي ينقل النفط من كازاخستان هل هذا الأمر مهم؟ لا ندري موضوع الربط قد أكون أنا فقط أذكره للإثارة ولكن كازاخستان من أكبر الدول الحاوية على اليورانيوم اللاجم للطاقة النووية ومن ثم فإن أوروبا تحتاج إلى كازاخستان طبعاً كازاخستان دولة مسلمة على فكرة فما هو موقف روسيا مستقبلاً من كازاخستان بسبب اليورانيوم الذي سستخدمه أوروبا؟ هل هذا الاتجاه الأوروبي سيؤدي إلى مزيد من المشاكل في منطقة القوقاز بسبب وجود اليورانيوم في المنطقة وبسبب اهتمام روسيا بأن لا تحصل أوروبا على الطاقة النووية لأنها تريد أن يستمر اعتمادها على الغاز لا ندري ولكن نترك هذا الأمر للإستراتيجيين في هذا الموضوع ولكن الأثر الأساسي لقرار اليوم هو ارتفاع التكاليف على الدول التي لم تبني بعد محطاتها طبعاً بعبارة أخرى أن الأمرات كسبت هذا الأمر لأنها أنهت المحطة الرابعة في هذه الفترة السؤال الثالث هل دعم الاتحاد الأوروبي لهذا القرار تصويت اليوم في البرلمان الأوروبي على دعم محطات الغاز هل هو في النهاية دعم لروسيا في رأيي؟ نعم لأنه سيزيد الطلب على الغاز بشكل كبير وكل الإضافات التي سيزيد من دول أخرى سيذهب جزء كبير منها لهذه الزيادة وبالتالي هم بدون أن يدروا دعم روسيا وأكدوا اعتمادهم المستقبلي على روسيا بسبب هذا القرار ما الآثار السياسية لهذا القرار؟ طبعا هناك عدة آثار سياسية لأنه طبعا زيادة الطلب على الغاز تعني اهتمام القوى العظمى بمصادر الغاز وتعني اهتمام الدول الكبرى بمصادر اليورانيوم وبالتالي هل سنرى إعادة هيكلة سياسية حول العالم لأنه اليورانيوم مطلوب ولأنه الغاز مطلوب؟ هذا سؤال السؤال الثاني ما هو دور الولايات المتحدة مستقبلا في هذا الموضوع السياسي لأنها ستصبح صاحبة الأمر في أوروبا لأن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الأمريكي حاليا هناك أعتقد مخططات لبناء 28 محطة غاز مسال جديدة في أمريكا هذا مشكلة أيضا لأن تصدير الغاز المسال في النهاية رغم موجود كمية هائلة من الغاز في الولايات المتحدة سيؤدي في النهاية إلى رفع أسعار الغاز في الولايات المتحدة بشكل كبير وسيؤدي إلى شكاوي من المواطنين الأمريكيين فيصبح الأمر سياسيا خاصة وقت الانتخابات فماذا سيحصل في هذا الأمر لا ندري ولكن هناك تساؤلات سياسية عدة في هذا المجال بما أن أسعار أو تكاليف الطاقة أو بناء مفاعلات نووية سيزيد ويرتفع وسيكون هناك دفعة كبيرة في أوروبا لبناء هذه المحطات هل هذا يدفع روسيا لمزيد من المعاهدات السياسية والاتفاقات السياسية مع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لبناء مفاعلات نووية روسية وما هي نتائج ذلك وانعكاساتها على الأوضاع في هذه المناطق هذه كل أسئلة سياسية مهمة خلاصة القول أن القرار اليوم بغض النظر عن أنه قديم بغض النظر أن البعض قد يحاول التهوين منه هو إشارة واضحة إلى فشل سياسات الحياد الكربوني ولو جزئيا وأن هناك حاجة ماسة طبعا هذه المشاريع بالنسبة للطاقة النووية وبالنسبة للغاز كلها محدودة الزمن ووضع زمن محدد لها أعتقد أن هذا منطقي لجمع أكبر عدد من الأصوات ولكن كما حصل التغيير بالكامل الآن من دول لا تريد الفحم على الإطلاق إلى العودة إلى الفحم لا تريد الطاقة النووية ولكن هناك عودة إلى الطاقة النووية لا تريد الغاز ولكن هناك عودة إلى الغاز كل هذا في المستقبل يمكن تمديده ويمكن تغييره خلاصة القول أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز واستمرار أسعاره المرتفعة من جهة وسيؤدي إلى زيادة الطلب على اليورانيوم سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المحطات النووية وتكاليف البناء حول العالم هذا سيخلق فرصة كبيرة للشركات الروسية أستاذ محمد نفتح المجال بحدود ربع ساعة للأسئلة لو سمعت نعم دكتور وإلى الآن لم أتلقى أي أسئلة على البريد الخاص فمن يرضى بطرح سؤال يتفضل بمراسلتي على الخاص أو الضغط على الميكروفون أودت أن أشير إلى حلقة الكهرباء دكتور التي ذكرتها منذ قليل مع الخبيرة جاسيكا عبيب الآن هي موجودة في المساحة وكذلك يمكنكم الدخول على قناة اليوتيوب للك اليوتيوب موجود داخل التقرير لمن يرغب الاستاذة في المعلومات كذلك متابعة أنسيات الطاقة وكل حلقات وأنسيات الطاقة على اليوتيوب ستجدونها على القناة يمكن الدخول على القناة من خلال الرابط الموجود في التقرير دكتور جاسيكا إذا ما عندك مانع إذا ممكن بس تشاركينا رأيك مرة أخرى في موضوع قدرة المغرب على تصدير الغاز من الغاز المسال من غازات من محطات إعادة التغويز وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة إذا ما عندك مانع تفضلي حتى يسمع الجميع رأيك اللي قلتي في المساحة السابقة دكتور جمال العقاد إذا أهلا بك إذا عندك كمان أي تعليقات في موضوع الاتحاد الأوروبي حياك الله في أي أسئلة للأستاذ محمد أود أن أرحب بالأستاذ عز بالدكتور هايل بالأستاذ كرم حياكم الله جميع موجود الأستاذ عبد الله دكتور يظهر قدامي لو حضرتك تسمح له بأضروف مش قادر أجيبه دكتور جيسيكا حاب تشاركنا كمان حقيقة حضرتك تعلم أن هناك دائما مشاكل تقنية على تويتر فالدكتور جيسيكا لا تظهر أمامي الآن فلو حضرتك ففضلا ممكن أدخل لها دعا أسعد الله مساكم وشكرا دكتور أناس وتحياتي لجهودك الجميلة جدا في مجال الطاقة والنفط والغاز والمتابعة اليومية ما شاء الله فيما يتحلق بالتطورات الدولية عندي سؤال من شقين بشكل سريع الأول هو إلى متى ممكن تصمد روسيا في ظل التجاذبات السياسية والاقتصادية يعني هي جلسة تحارب على جهتين أو على جوهتين سياسيا واقتصاديا في الأوضاع اللي نشوفها الآن مع أوكرانيا السؤال الثاني اليوم كان فيه تنبؤاته وأخبار أنه أمريكا ممكن تضع سقف لأسعار البترول التي تصدرها روسيا هل لدى أمريكا القدرة حسب القانون الدولي أنها تضع سقف لأسعار البترول لدولة أخرى ولا سيما في ظل النزاع الحالي شاكر ومقدر حياكم الله بالنسبة لسؤال روسيا طبعا أنا أستطيع فقط أن أجيب عن الشق المتعلق بالأمور السياسية المتعلقة في الطاقة ولكن إجابة السؤال بالكامل تتطلب خبراء استراتيجيين وخبراء في السياسة لإجابة عنه كاملا وطبعا خبراء اقتصاديين في الاقتصاد الكلي للإجابة عنه ولكن في الجزء المتعلق في موضوع قدرة روسيا على تصدير النفط والغاز لأنه هذا هو الأمر المهم بالنسبة لإقتصادها نعم تستطيع روسيا تصدير النفط والغاز قد تقل الكمية مع الزمن ولكن ستستطيع تصديره بطرق شتى مهما تم تجديد العقوبات طبعا الأخبار كثيرة وكلها تحتاج إلى تفسير أعطيك مثال على الأخبار شركة توتال اليوم أعلنت انسحابها من حقل في سيبيريا بالقرب من الدائرة القطبية وهذا الحقل الذي تخرج منه توتال طبعا حقل قديم ولكن المضحك في الأمر أنه توتال نفسها ذكرت في العام الماضي أن إنتاج النفط في هذا الحقل سيبلغ في العام القادم هذا أول خبر الخبر الثاني أنه الحقل بشكل عام ينتج 30 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل الحامض وطبعا تكليف تكريره وغيرها هذه مكلفة بشكل عام فتأثيره في أسواق النفط وتأثير خروج توتال وهو مشاركة مع أربع شركات يعني حصة توتال منها بسيطة جدا وشركة أخرى طبعا ستأخذ الحصة إلى شركة روسية ولكن ما أثر ذلك على روسيا صفر لا شيء ولكن الخبر لما بيقرأ الواحد بيقرأ المانشية العريض يفكر أن هناك انخفاض في إنتاج النفط الروسي ولكن هذا لا علاقة له على الإطلاق التقنية التي قدمتها توتال طبعا تقنية مهمة جدا ولكن الروس حصلوا عليها لأن النفط الموجود في هذا الحقل شمعي وبما أنه شمعي ومن نوع ثقيل فأحدى المشاكل التي يعاني منها مع انخفاض درجات الحرارة أنه يتجمد يتجمد بسهولة وبالتالي يحتاج إلى تقنيات مختلفة نحن في سايبيريا والقطب الشمالي فنحتاج إلى تقنيات مختلفة لإستخراج هذا النفط وإبقائه مميع بشكل بحيث أنه يمشي في الأنابيب توتال هي اللي طورت التكنولوجيا عندما تم اكتشاف هذا البئر من عدة عقود أو هذا الحقل من عدة عقود ولكن هذه التكنولوجيا الآن أو تقنية متاحة للجميع فالفكرة العامة أن روسيا تستطيع تسويق نفطها حتى الآن رغم كل الأخبار التي سمعناها لم تتخارج شركة من الشركات الضخمة من روسيا حتى الآن رغم كل الأخبار الكبيرة عن خروج شركات الخدمات النفطية من روسيا لم تخرج أي شركة كل اللي حصل أنهم أعلنوا أنه لن يكون هناك عقود مستقبلية وبالتالي هذا يعتمد على المستقبل وفي حالة المستقبل ما ندري ماذا سيحصل في ذلك الوقت بالنسبة لقرار أمريكا وسقف أسعار البترول هذا الموضوع طبعا اليوم غطته الصحافة ولكن هو موضوع عمره بحدود عشر أيام عندما بدأ الاتحاد الأوروبي بضغط أمريكي وفكرة أمريكية مأخوذة من شخص روسي يعيش في باريس أن يضعوا سقف وأن يجبروا هذا السقف عن طريق شركات التأمين هذه فكرة فاشلة تماما ولا يمكن أن تطبق في أرض الواقع على بأي حال من الحالات خاصة بوجود الصين والهند ودول أخرى التي ستشتري النفط الروسي بأسعار مخفضة بغض النظر عن هذا السقف هناك كان اقتراح بقيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط الروسي بسعر أقل من السعر الذي تحدده أمريكا هذا طبعا أمر سيكلف أمريكا الكثير لأن لا تستطيع مراقبة كل دول العالم ولا تستطيع أن تعرف ماذا سيحصل أيضا لأن أنا ممكن يكون عندي حسابين بنكيين فرجي أمريكا حساب واخفي حساب آخر دفعت في إضافات للروس فلا يمكن لهذه الدول أن تطبق هذا القرار الدكتورة جسيكا معنا الآن تفضلي الدكتورة جسيكا أهلا وشهلا دكتورة جسيكا تفضلي طيب أستاذ أستاذ عيد تفضل حياك الله أشغيل ما أدري يبدو تفضل تفضل كانت تويتر بطيء اليوم شكرا الآن يقول لجأت سعودية إلى تحديد تسعيد درجتيها له العربي ثقيل المتوسط بأكبر خصم من 2014 لشحنات التحميل في أغسطس لآسيا ما مدى الصحة هذا الخبر يا دكتور إذا كان إنه فعلا بدأت السعودية في مثل هذا الإجراء أو لا ألو سمعتوني ولا دكتور هل وضح سؤال أستاذ عيد نعم نعم أنا للأسف ما انتبهت أن الماكريفون كان مسكر نحن كما تعلم أرامكو أعلنت منذ يومين عن أسعارها الشهرية وأعلنت زيادة كبيرة في هذه الأسعار هذا الشيء الرسمي ولكن بالنسبة لهذه التقارير تحتاج إلى يعني تأكيدات أخرى لتؤكد هذا الخبر وعن إمكانية حصول ذلك لأنه أحد التفسيرات الأساسية التي طبعا كان هناك عدة تفسيرات لرفع أرامكو للتشعير أحد التفسيرات الأساسية أنه أحد الطرق لتخفيف من زيادة في الطلب على النفط وعدم إجبار دول الخليج على استخدام طاقة الإنتاجية الفائضة إلى أقصاها هو أن ترفع الأسعار بعبارة أخرى تقول لهم لا تشتروا النفط مني وبذلك يتم التخفيض من الطلب الأمر الآخر تفسير آخر سياسي أنه هو إشارة إلى الصين والهند والدول الأخرى أنه اشتروا من الروس لا تشتروا مني وأنا بيع لدول أخرى ولكن نحتاج إلى مزيد من البيانات ومزيد من الأخبار لنعرف إذا ما كان هناك تخفيضات كبيرة لهذا الموضوع رأيي الخاص أنه قد تكون هذه التخفيضات للهند تحديدا وليس للصين ولكن لا أدري أستاذ عيد عندك أي تعليق لا والله موتى عليك بقدر ما أنه أنا تفاجأت الحقيقة بالخبر هذا أنا أقرأ الحقيقة الخبر هذا على مجلة انفيستنج يتكلم عن أنه المملكة الآن بدأت تقدم بعض خاماتها بخصومات كبيرة وسط المنافسة المتزايدة من روسيا وكشفت البيانات التي جمعتها وكالت بلومبيرغ ونقلتها صحيفة عرب نيوز أن الرياض لجأت إلى تحديد تسعيد درجتيها العربي الثقيل والمتوسط بأكبر خصم منذ عام 2014 لشحنات التحميل في أغسطس إلى آسيا هذا هو الخبر عندي تحليل آخر عندي تحليل آخر طبعا يعني أنا آخذ الكلام اللي عم تقوله حرفيا التحليله هو كما يلي أن قبل بيوم أعلنت إيران عن تخفيضات ضخمة في أسعارها لتنافس النفط الروسي فهل التصرف السعودي هو منافسة لإيران وليس منافسة لروسيا قد يكون لأن حتى التقليل يقول عن رغم أن المملكة العربية السعودية قد قدمت خصومات كبيرة المشترين في الولايات المتحدة وأوروبا إلا أن معظم مشتري من الأصناف الثقيلة موجودون في آسيا حيث أن مصافيهم مجهزة تجهيزا كبيرا لمعاجهة أصناف الكثيفة فبالتالي يقول لك أنه بالرغم من تقديم ده لكنها قدمت تخفيضات أكبر على العربي الثقيل والخفيف عفوا من المتوسط لآسيا فما أدري هل هو منافسة في موضوع الأسواق أعتقد إذا بدنا ناخد الكلام كما ذكرته فأعتقد قد يكون هو منافسة لإيران لأن هذه الأنواع الإيرانية الموجودة في السوق وكما تعلم من مساحة سابقة تم ذكر أن النفط الإيراني وصل إلى أوروبا قد يكون هذا سبب آخر لمنع وصول النفط الإيراني إلى أوروبا ما ندري ولكن قد يكون الأمر هو منافسة لإيران أكثر منه منافسة لروسيا عموما أن أرسلت لك كل خبر يا دكتور تقدر تقراها جزاك الله خير الله أعطيك العافية الدكتورة جيسيكا اختفت من كانت معنا وبعدين راحت يبدو في مشاكل الأستاذ كرم تفضل أستاذ كرم بعد أستاذ جمال يبدو أن تويتر بطيء اليوم فهم يأخذ وقت أستاذ كرم أرسلت لك دعوة مرة أخرى فضلاً إلقي نظرة على الخاص أستاذ جمال تفضل حتى يجي الأستاذ كرم تفضل أستاذ جمال السلام عليكم جميع أستاذ هنس كنت بدأت صوتك حفيف جداً هيك أحسن؟ لا مش أحسن لا كثير حفيف لو تكرمت أستاذ جمال نتحدث من المايك دون ميكروفون تفضل تمام تمام أنا أعرف شو المشكلة والله بس هكي من سمع أتفضل هلأ مقالة قرأت عن مقالة عن نيجيريا وسرقة النفط على منصة الطاقة بس ما كان فيها كثير تفاصيل حاولت أقرأ الموضوع أنه هي حركة تحرير لبدلت نفسها متضردة بين الكربون الناتج عن النفط وما في توزيع الثروات أو الأرباح الناتجة عن النفط فإذا عندك يعني تفصيل على الموضوع أو حضر تفاصيل على الموضوع أو حضر تفاصيل على النفط أكيد تعرف هذا الموضوع أكثر ممكن تفيدنا والسؤال الثاني شو المعايير اللي بتسعر لها يعني أنه تعطي 380 دولار لسعر البترول هل هي معايير استثمارية هل هي بتشجع المستثمرين أو في غيات أخرى وبس شكرا جميعهم جزاك الله خير حياك الله بنسبة للسؤال الأول لأنه خارج عن نطاق مساحة اليوم أرجو مراسلة الطاقة وسيأتيك جواب كتابي عليه إن شاء الله بالنسبة للموضوع الثاني هذا سؤال مهم جدا لأنه عندنا جولدمن ساكس وعننا جي بي مورغان وعننا سيتي كما تعلمون جي بي مورغان تكلمت عن أسعار نفط 380 دولار وستي تكلمت عن أسعار نفط 65 الأمر الأول أن هذه ليست توقعات على الإطلاق وما قاله محلل هذه البنوك هي مجرد سيناريوهات وليست توقعات بعبارة أخرى السيناريو يكون كالتالي ماذا ستكون عليه أسعار النفط إذا توقف إنتاج النفط الروسي تماما ماذا سيحصل لأسعار النفط إذا توقف إنتاج السعودية ماذا سيحصل لأسعار النفط إذا توقفت قناة سويس ماذا سيحصل لأسعار النفط إذا حصلت أعاصير مدمرة في خليج المكسيك هذه كلها سيناريوهات فكل ما سمعناه من هذه البنوك هو مجرد سيناريوهات المشكلة أن هذه البنوك تتكلم عن عدة سيناريوهات وتقوم وسائل الإعلام بانتقاء السيناريو الذي يذب الناس فتضع عنوين مثل 380 دولار مع أنه حتى نفسهم جي بي مورغان قالوا أنه هذا احتمال بسيط جدا جدا ولكن وسائل الإعلام طبعا جعلت من الحبة قب بالنسبة لتقرير سيتي تقرير سيتي أنه في حالة طبعا هذا نفس الشيء سيناريو في حالة وجود ركود اقتصادي فأن أسعار النفط تنخفض إلى 65 طبعا 65 هو الحد الأدنى في هذه الحالة قد تكون 70-75 حسب مستوى الركود الاقتصادي فهو سيناريو أيضا ولكن كلام سيتي أقرب إلى الصحة من كلام جي بي مورغان ليش؟ لأنه فكرة وجود ركود اقتصادي عالية جدا وفكرة أن الأسعار قد تنزل إلى 60-65 دولار هذا ممكن لأنه أنا نفسي حتى نموزج الرياضي اللي بيستخدمه أنا وصل إلى نفس النتيجة فقد يكون هذا السيناريو أقرب إلى الصحة من غيره شكرا لك أستاذ كرام شكرا لك دكتور أنت تضيف لنا ثقافة أدبية في ناحة مصطلحات في الطاقة لتضيفها إلى النفط بوصفه السلعة سياسية أضفت لنا من قبل الموز والأفقادة واعتبرتهم هي السلعة سياسية اليوم دكتور أنت تتحدث عن الطاقة النووية والطاقة النووية لا تكتفي بكونها سلعة سياسية فقط وإنما قوة سياسية وقوة سيادية مهمة بدليل دكتور الحديث عن الطاقة النووية يجعلنا نسأل كثيرا عن الطاقة النووية في العالم العربي يعني نجاح الإمارات في مشروحها في الطاقة النووية السلمية هو كان مستهل لأن تأخذ لأول دولة عربية إيرينا المنظمة الدولية للطاقة المتجددة ولم يحدث فيها دولة عربية توجد منظمة دولية فيها مثل ما وجدت في الإمارة ولو لا ذلك لما استحصلت الإمارات على هذه الموافقات الدولية لبناء مشاريحها بالطبع الموضوع دكتور سياسي بحث أنت دائما لا تحب أن تتحدث في السياسة الطاقة النووية هي مشروع سياسي موازي لمشروع كطاقة كيف تنظر لمستقبل الطاقة النووية في العالم العربي في الدول العربية الموضوع لا يكتفي بكونه مادي ومكانيات مادية هو مشروع سياسي بامتياز وأنت تتذكر كيف دكتور أجهض على المشروع النوو العراقي في ودنا نستمع منك قراءاتك لمستقبل المشاريع النووية بوصفها بوصفها مادة الطاقة وليس بوصفها مادة لصناعة السلاح شكرا لك دكتور حياكم الله وشكرا على الكلمات اللطيفة بشكل عام أنا متفق معك تماما موضوع الطاقة النووية هو سياسي وقد يكون سياسي أكثر من غيره بكثير خاصة إذا نظرت إلى الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة لا تبيع أي شيء على الإطلاق يتعلق بالطاقة النووية إلا إذا مر على الكونغرس ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولذلك الناس لجأت إلى كوريا الجنوبية لجأت إلى روسيا لهذه الأسباب فهو سلعة سياسية يعني أو هي موضوع سياسي بامتياز بشكل عام عندما نتكلم عن الطاقة النووية في العالم العربي نحن نحتاج الطاقة النووية بكل بساطة للأسباب التالية عندنا نمو سكاني كبير ونمو في الدخل عبر الزمن ونحن في منطقة تعاني بشكل كبير من شح المياه وبشكل عام مع كل سياسات التغير المناخي نحتاج إلى مصادر الطاقة أقل تلويثا ولكن لننسى موضوع التغير المناخي على الإطلاق أنا بالنسبة إلي شخصيا نحن بحاجة للطاقة الخضراء أي شيء يخفف التلويث لنعتبره أخضر لماذا؟ لأن مستويات التلويث في المدن العربية ومدن الخليجية خصوصا عال جدا وبالتالي نحن محتاجون بغض النظر عن تغير المناخي نحن محتاجون إلى تخفيض مستويات التلويث في هذه المدن أي شيء يخفض من هذا التلويث بما فيه مثلا منع السيارات من شوارع معينة أو استخدام سيارات كهربائية أو المهم أي شيء يخفض مستويات التلويث في المدن يصبح سياسة مهمة ومن هذه السياسات المهمة طبعا تبني الطاقة النووية فسواء لو نظرنا إلى التمدد أو توسع السكاني أو التوسع المدني بحبارة أخرى اللي هو الهجرة من الريف إلى المدن أو نظرنا إلى النمو الاقتصادي ولو نظرنا إلى الرؤى لو نظرنا إلى رؤية 2030 وما بعدها تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة الاقتصاد الجديد الذي يدعو له الجميع يحتاج إلى كمية كبيرة من الطاقة من أين ستأتي هذه الطاقة لذلك نحن نحتاج إلى سد الفجوة عن طريق الطاقة النووية وفي رأيي أن هناك بعض الدول العربية التي هي في أمس الحاجة إلى الطاقة النووية من غيرها الحاليا منها السعودية منها مصر منها الجزائر ومنها المغرب بالنسبة للدول الفقيرة طاقيا يمكن أن تلجأ إلى مفاعلات صغيرة طبعا أنا بالذات هنا أذكر الأردن تحديدا بالنسبة للبنان طبعا ذكرت ومعنا هنا دكتور هايل حياك الله دكتور هايل ممكن يشهد على هذا الموضوع لأنه ذكرت أنا هذا الموضوع الطاقة النووية بالمفاعلات الصغيرة أمام أحد الزملاء لبنانيين فضحكا ضحكا شديدا لأنه في ظل التوتر الحالي والعسكري في داخل لبنان والعسكرة ضمن الأحزاب ووجود حزب الله وغيره يعني يصبح الأمر خطيرا جدا ولا يمكن اللجوء إلى هذه الحلول ما أنه بعض الحلول النووية الصغيرة قد تنجح نجاحا كبيرا في لبنان ولكن أنا معك أن الموضوع في النهاية موضوع سياسي حتى لو عدنا إلى إيران تاريخيا أول مفاعل نووي لإيران جاء هدية من الأمريكيين في عام 67 لأن الشاه رفض بناء مفاعل نووي تخوفا من الأمريكيين فقام الأمريكيين بإعطاء خمسة مجاوات أعتقد من شركة جي إي كمفاعل يستخدمه في الجامعات وكان هو نوات البرنامج النووي الإيراني والذي سبب كل المشاكل التي رأيناها حتى الآن فأؤيدك تماما أن الموضوع السياسي بحث من كل الجهات شكرا لك دكتور أنو معذرة دكتور هيل لديه سؤال أرسلت له دعوة للتحدث على الخاص هذه دعوة للتحدث دكتور هيل وليس على الاستماع نعم موجود نعم تفضل الدكتور هيل يظهر أمو حضرتك موجود نعم 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 سامعيني سلام عليكم دكتور شكرا أستاذ محمد حقيقة الله أعطيكم العافية يعني ما شاء الله عليك دكتور الله يديم عليكم الصحة والعافية على هذه المنصة النشيطة التي تستفيد منها بشكل دائم يعني بالنسبة لدي سؤالين دكتور أنا سمحت السؤال الأول هل يتم وضع القوانين التي تختص في الغاز والطاقة من المفوضية الأوروبية حسب احتياجاتهم أو حسب تدعيات الأحداث في المنطقة يعني هل هم يضعوا هذه القوانين حسب ما يناسبهم ويتناسب مع أمورهم وأمنهم القومي أو الاستراتيجي هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنا قرأت مقال المقال اللي حضرتك على هل الجو الأحوال الجوية سوى تخدم بايدن أو بوتين نحن بعدنا ما زلنا للأسف العرب لا نقرأ كثير في الكتب ولكن أنا أتمنى منك إذا بتتفضل دكتور رينيس لمح صغيري عن هذا قرأته مقالي جيد أتمنى الأخو يستفيدوا بعد من بعض الملاحظات الهام اللي حضرتك أنت ذكرتها في هذه المقال لو سبح شكرا لك دكتورنا الحبيب بالنسبة لموضوع البرلمان الأوروبي كل ما حصل أن كل دولة في تحاول أن تقنع البرلمان بالموافقة على ما تحتاجه لذلك وجدنا خلاف شديد داخل البرلمان في التصويت هناك معارضة شديدة هناك محكمة الآن لأنه قامت دولتين أعتقد النمسا واللوكسنبرغ بتقديم دعوة للمحكمة لنقض القرار فهناك خلاف شديد ولكن الواقع أن كل دولة تحاول تمرير حاجاتها سواء من ناحية الأمن القومي أو الأمن الاقتصادي أو الأمن الطاقي أو البيئي من خلال البرلمان فهناك خلاف شديد بالنسبة للمقال أدعو الجميع إلى قراءته والمقال موجود بالعربي بالإندبندنت وموجود بالإنجليزي بسلسل التغريدات في حسابي الفكرة العامة للموضوع كالتالي أن الكساد الاقتصادي أو الركود الاقتصادي سيلاعب دورا كبيرا في مستقبل بوتين ومستقبل بايدن لأن الكساد الاقتصادي طبعا سيكون ضربة كبيرة بالنسبة لبايدن في الانتخابات القادمة بالنسبة لبوتين الركود الاقتصادي سيؤدي إلى ضربة لأنه يحاول أن يستغل اعتماد أوروبا على الغاز الكبير للضغط على أوروبا ولكن إذا حصل ركود اقتصادي فإن الطلب على الغاز سيقل ومن ثم سترتفع المخزونات بما في ذلك أيضا مخزونات النفط وبالتالي الورقة الرابحة التي بيده سيخسرها ولن يستطيع الضغط على الاتحاد الأوروبي بناء المخزونات يعني أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبي كميات كافية من الغاز والنفط للشتاء وقد يؤثر حتى على توازن الأسواق في عام 2023 وبالتالي فإن هذا خسر لبوتين ولكن من جانب آخر إذا حصل ركود اقتصادي في الدول الأوروبية وحصلت بقلاق السياسية قد تؤدي إلى تغيير حكومات وهذا التغيير قد يؤدي إلى وجود حكومات إما حكومات عملية تقوم بالتعاون مع بوتين من منطلق عملي بحث أو رجوع حكومات مؤيدة لبوتين أصلا وبالتالي يربح بوتين في هذه الحالة سياسية ولكن موضوع الركود الاقتصادي ليس هو الأمر المهم الموضوع المهم هو الطقس والأحوال الجوية لماذا؟ لو نظرنا إلى توالي الأحداث كانت الأمور ماشية بشكل طبيعي كما عهدنا أثناء الغزو وهناك كلام كثير من الاتحاد الأوروبي فجأة اكتشف بوتين أن مستوى مخزون الغاز في أوروبا بسبب الدعم الأمريكي ارتفع إلى مستوى الخمس سنوات أو متوسط الخمس سنوات فواضح أنه انزعج من ذلك انزعاج كبير منذ ذلك اليوم نجد مشاكل كثيرة في إمدادات النفس والغاز حول العالم فجأة صار في حريق في أكبر محطة للغاز المسال في أمريكا وخسرنا ملياري قدم مكعابة من محطة فريبورت التي تصدر الغاز المسال إلى أوروبا خلال 36 ساعة حصل حريق ضخم في سيبيريا في حقل الغاز أو مضخة للغاز في سيبيريا خفضت إمدادات الغاز إلى أوروبا فجأة بعدها بساعات حصل عطل فني في مضخة للغاز من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي وجدنا في نفس الفترة مشاكل في ليبيا من جماعات تدعم بوتين أدت إلى وقف جزء كبير من صادرات ليبيا في نفس الوقت وجدنا الحكومة الجزائرية تهدد بعض الدول الأوروبية أنها ستوقف إمدادات الغاز إذا لم يتم إعادة التسعير ونحن نعرف الموقف الجزائري تجاه روسيا أيضا في نفس الوقت حصل مشاكل في إمدادات الغاز من النروج مشكلة تقنية تمد أوروبا بالغاز في اليوم التالي وجدنا أن هناك حريق ضخم في مصفاة نروجية طبعا أوروبا تعتمد بشكل كبير على النروج في إمدادات النفط والغاز لأنه يعتبر شيء محلي بالنسبة لهم ثم فجأة حصل في حريق في مصفاة في فينزويلا طبعا بشكل عام عندما نتكلم عن زيادة مستويات التشغيل بسبب زيادة الطلب هذا كله يؤدي إلى مشاكل فنية سواء في الأنابيب أو في المصافي هذا صحيح وخلال فترة كورونا بسبب انخفاض المبيعات بسبب عدم موجود عوائد مادية ولا غيرها بسبب التأخر في مواضيع الصيانة هذا يؤدي إلى أحرائق وانفجارات هذا الكلام صحيح إذن لا يمكن لهم كل هذه المشاكل على أن هناك نوع من المؤامرة ولا شيء ولكن لا يمكن إلغاء فكرة أن هناك تنسيق معين لتحجيم إمدادات الغاز إلى أوروبا لا يمكن السبب لأنه لو نظرت إلى كل هذه الأحداث وبما في قرار المحكمة الروسية أمس لو نظرت إلى كل هذه الأحداث تجد أن المستفيد الأكبر هو بوتين وتجد أن الدول التي أوقفت أو هددت بوقف صادراتها كلها موالية لبوتين فلا يمكن يعني إلغاء هذه إلغاء هذه الفكرة على الإطلاق ف فلجأ بوتين إلى هذا فلو نظرنا إلى الوضع نجد أن الطقس سيلعب دورا كبيرا في تحديد السياسة هنا فإذا انخفضت مستويات مخزون الغاز في أوروبا إلى مستويات متدنية جدا خلال فصل الصيف في فصل الصيف الطقس طبعا ما دلنا نتخلم عن الطقس سيكون هناك كالعادة أعاصير عديدة في خليج المكسيك كل الغاز المسالي الأمريكي يصدل إلى أوروبا من خليج المكسيك الأعاصير ستوقف الشحنات ولو مؤقتا تتوقع مصلحة الأرصاد الأمريكية أن يكون هناك 21 أعصار خمسة منها أعاصير خطيرة في نفس الوقت ليس هناك أي إمدادات حول العالم للتعويض عن الإمدادات الأمريكية في فترة الأعاصير فإذا كان هناك حر شديد في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية حر شديد في أوروبا سيزيد الطلب على الكهرباء سيزيد الطلب على الغاز سينخفض مخزون الغاز ولكن على أوروبا التعويض من أين سيأتي التعويض سيأتي التعويض من الدول الأخرى أمريكا عندها عاصير لم تستطيع التعويض إذا صار حر في أمريكا سيزيد الطلب على الغاز وبالتالي كمية الغاز والأفريقيا والشرق الأوسط سيزيد اشتهلاك النفط والغاز وبالتالي صادرات النفط والغاز إلى أوروبا ستنخفض. بالنسبة لآسيا إذا كان هناك موجة حر فسيكون هناك تنافس كبير على الغاز المسال سيرفع أسعاره إلى مستويات تاريخية وبالتالي ستعاني أوروبا على كل الحالات هذا هو مختصر المقال. شكراً أخي الكريم دكتور ممكن بس مداخلة على موضوع لبنان حضرتك بالنسبة للبنان أنا كن في أحد الاجتماعات على موضوع الطاقة النووية. نعم لبنان لن ولن يسمح له بفعل طاقة النوية بسبب أمنية. كلنا نعلم أنه اليوم الطاقة والغاز والنفط مرتبط أمنياً في البضع الأمني في المنطقة. ولهذا نحن كنا نرجح وما زلنا أنه المملكة العربية السعودية تأخذ نفس خطوة الإمارات الشقيقة في البدء في المفاعل النووي السلمي. فشان هيك لبنان فعلاً مثل تضطر الدكتور تصدق لكلامك ولن يسمح فيه الأسباب أمنية عديدة وكلها كم نعرفها شكراً دكتور شكراً لك أخي الكريم الأستاذ عبدالله العصير تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام. شكراً لك يا دكتور على ما تثرين فيه من المعلومات بالنسبة لنا كثيرة صراحة إضافة شكراً لك مرة أخرى. سؤالي على عجالة. نعم متشعب تقدر حصره في نقاط سريعة كما تراه. الآن في حاجة حسب ما نراه بالعين المجرد أنه فيه اختلاق للأزمات الفائدة. أزمة غذاء. أزمة من يملك الكاش دخول بعض الدول في ديون هل الأقوى من يملك الغاز؟ هل الأقوى الآن من يملك الطاقة المتجددة؟ من يملك التحكم بأسعار النفط؟ هناك حتى من أكبر زي ما ذكرت سيتيغروب أو جي بي مورغن. يعني فيه اختلاف حتى في رؤية النفط. ناس تعطيك بالعالي وناس تعطيك بالنازل يعني الآن بدت أزمة في سرلانكا منها وضوع الشاهد في هذا كله الآن يعني هل من يملك مصادر الغاز هو أقوى؟ سؤالي الأخير بعد هذا كله. الآن نحن نلاحظ أن الأوروبيين مؤيدين كل ما يحصل لبوتن. مع أن هذا شيء أنا ما أعرف. هل هم فعلاً قاعدين يضرونه؟ أو يضرون أنفسهم لإحتياجهم للغاز وإمدادات بما يمدهم حتى في موضوع القبل. شكراً لك الدكتور وإعتدار جداً اللي طالعاً. دكتور أنتس تسمعونا؟ عفواً نعم أنا آسف ما انتبهت أنه. دكتور أنتس. سامعك نعم. حياك الله. آسف أنا كان التريفون مغلق. أعتقد أنه دكتور جارح ممكن يعلق على كلامكم لأنه هو ضليع في هذا الموضوع. الآن إن شاء الله بيجي دكتور جارح وبيجاوب على التساؤلات. ولكن أود أن أذكر أن في مساحة سابقة تكلمنا عن موضوع مع الزملاء عن موضوع أن الضحية النهائية لكل الصراع الذي يحصل هو أوروبا والاتحاد الأوروبي وأن أوروبا أصبحت كرة سياسية تتقادفها القوى العالمية المقصود فيها روسيا والصين والولايات المتحدة. الآن سأعطي المجال للأستاذة مياسين وبعدها الدكتور جارح إن شاء الله لمناقشة هذا الموضوع وإذا كان عنده أي شيء آخر. تفضل إستاذة مياسين مساء بخير اسمي مياسين السعد أنا ماركتينج مانيجر في أحد الشركات العالمية وأيضا كنت عايشة 17 سنة في سكندنافيا لغتي الثانية الدكتور فأنا أحب أنقل تجربتي للدول السكندنافية أنا ملاحظة حضرتكم قاعدين أتناقشون نعم هي فيه مشكلة فعلا بسبب الحرب وسبب الصراعات السياسية لكن فيه مشكلة أهم بالنسبة للشعوب عندنا في الدول العربية أنا اللي شايفتها إنه فيه استنزاف من هذه الشعوب للثروات الشعوب هذه الحكومات يعني مقادرة تقف هالشعوب مثلا هي أصعب شيء إنك تغير الكلتر للبشر لكن كثروات مثلا استنزاف الكهرباء الماء البنزين عندنا أيضا في الخليج يعني طريقة حقيقة أنا أسميه انتحار جماعي انتحار جماعي للبيئة في الشركات الكبيرة عندها السلوشنز عندها الأكويمينت وسيف الكوست والإنرجي لكن يبقى البشر فأنا يعني أتمنى أن نسلط الضوء أو نساعد الحكومات نساعد اللي أهم يعتبرون our customers خصوصا في الأويلانغاز وناس أهم متفتحين ومتعلمين نساعدهم إن مثلا تسعيرة صرف الكهرباء والماء المفروض تزيد عن ناس أحيانا الناس لازم تستخدم معاهم القوة بهالأمور هذه فطالما فيه استنزاف والناس محاسة بالمسؤولية دول كثيرة ما فيها لحد الحين ما طبقت الضرائب بشكل صحيح خصوصا إحنا من ضمنها إحنا الكويت فهذا قاعد يستنزف الثروة وبالنهاية مهما حطينا حلول ما رح يكون في أي نتيجة يعني نستفاد منها خصوصا الأجياننا وأبنائنا يعني والمحافظة على ثرواتنا هذه مشاركتي وشكرا لك استعدائنا شكرا لك استجابة أعتقد أنه أنت لمسي موضوع مهم جدا في مساحة سابقة كان هناك لقاء مع الدكتور لؤي الخطيب وزير كهرباء السابق في العراق وتكلم عن هذه التفاصيل أنت تلمسين جرحا في عدة بلاد عربية وأرجو منك إذا في مجال أن ترجعي إلى موقع الطاقة في يوتيوب لسماع المساحة وأعتقد أنه المستشار عيد العيد أيضا لديه تعليق على ما ذكرتي بنسبة لموضوع الاستنزاف وكيف أن بعض الدول قامت برفع الإعانات لتخفيف من هذا الاستنزاف فالآن أنا بذهب للدكتور جارح وبعده المستشار عيد تفضل للدكتور جارح يبدو أنه فقدنا الدكتور جارح من المساحة يبدو أن يصبح خطأ الأستاذ عيد تفضل بما يرجع الدكتور جارح يبدو لي يا دكتور ما كنت مركز معكم ما سمعت طبعا حديث الأستاذة يبدو لي إذا كانت تتكلم عن استنزاف الموارد الطبيعية في الدول التي لديها موارد مثل مملكة ودول خليج هو كذا نعم بالضبط عن موضوع التسعير وأنه في استنزاف للموارد لأنه التسعير منخفض أولا طبعا إذا بنتحدث عن استنزاف للموارد أولا الحمد لله أحنا أعتقد أن الموارد اللي لدينا يعني كبيرة جدا وبالتالي استنزافها بالشكل اللي تتوقعين هذا غير وارد لا زالت يعني كميات الإنتاج مقارنة بما لدينا من مخزونات يعني ممكن تعطينا أمل في أنه يستمر هذا الإنتاج إلى سنوات طويلة وذكر الدكتور يمكن كذا مرة في في كثير من مساحاته عن أنه إلى خمسين سنة وسبعين سنة قادمة وارد بشكل كبير جدا تستمر هذه الإندادات أو هذه طبعا بس أستاذ أقاطعك عفوا هو خصوصا عندك الثروة المائية الحين دكتور أنس قال أنه إحنا هذه الدول هذه شحيحة بالماء فعشلون أنه إحنا الطاقة كثيرة وموجودة فإحنا كل اللي نبيه وضع آلية للشعب وتفقيفهم وأيضا الحد من المصروفات اللي هي الإسراف بالماء صراحة فلازم تنحط لهم تسعيرها تزيد على أساس الناس تلتزم وإلا ما رح نقدر فهذا يعني مشاركة إحنا في المملكة أساسا لدينا هذا البرنامج إحنا عندنا في المملكة بالنسبة للموضوع العلمية هناك تسعيرات محددة بمعنى أنه الاستهلاك المنطقي لتسعيرها مخطبة ما زاد عن هذا الاستهلاك ترتفع التسعيرها بشكل كبير جدا وبالتالي يعني أي واحد بيزيد استهلاك عن المعدل الطبيعي سيدفع التكاليف الحقيقية لهذا المورد بمعنى أنه إذا كانت تكلفة إنتاج المتر مكعب من المياه مثلا نقول عشر ريال في أول مثلا عشرين متر مكعب أو ثلاثين ما تحضرني الحقيقة الرقم هذا يعطونا بمعونة يعني بسعر محدود لكن لما يتجاوز المعدل الطبيعي سيضطر اضطرارا إلى دفع التكاليف الحقيقية لهذا المورد وبالتالي استطعنا من خلال هذا التسعير أن نخفق بشكل كبير جدا من استهلاك المياه في المملكة وكذلك حتى حتى في قطاع الكهرب لدينا تسعيرات تبدأ من يعني شرائح محدودة لأغلب المواطن المتوقع استهلاك في حدود معينة محطوطة هذه الاستهلاك بناء على دراسات للاستهلاك للمنزل السعودي كم تكون الاستهلاك الطبيعي وعندما يزود هذا الاستهلاك سيضطر المستهلك أن يدفع التكلفة الحقيقية لقيمة هذا المورد أي أنكا إحنا استطعنا أن نتجاوز هذه النقطة لكن أنا كنت أتوقع أن تتكلمين عن موضوع النفط ومبيعات النفط واستهلاك المورد هذا بشكل نعرف أنه مورد ناظب ولكن الآن لدينا في المملكة رؤية مختلفة تماما تسعى إلى جعل يعني الاستفادة من النفط استفادة معظمة بشكل كبير جدا من خلال تنويع الاقتصاد السعودي وعدم اعتمادنا على النفط كمورد أساسي للدخل كان سابقا يمثل تقريبا حوالي 95% من دخل الدولة من النفط الآن لا يتجاوز الـ 50% نزل إلى أقل من 50% ولكن طبعا مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة الحالية ارتفع الرقم بشكل جيد ولكن يعتبر شيء طبيعي ولكن الرؤية تستهدف أنه يكون دخل المملكة من النفط لا يتجاوز 30% وهذا راح يتحقق بإذن الله تعالى خلال فترة من الآن لـ 20% شكرا لكم أستاذ عيد شكرا لكم أخت ميسين رجاء أرجو من الأخوة والأخوات إعادة تغريد في موقع هذه المساحة لكي يستفيد أكبر عدد من الناس وممن لا يتابع منصة الطاقة أن يتابع منصة الطاقة أريد أن أرحب بالأخ الكريم أبو علي هنريكي سينجر الأخ الإعلامي الكبير حسين الشمري خبير سياسات الطاقة الدكتور جمع العقاد الخبير في أسواق النفط والطاقة الأستاذ عبد العزيز المقبل وبالزميل العزيز السفير العرب في كندا الأخ صهيب عباس أهلا وسهلا بكم جميعا الدكتور جارح تفضل السلام عليكم مساء الخير جميعا دكتور أنا سأني عندي سؤال ومتاح الإجابة للجميع السؤال هذا أمانة أنا أحتاج إجابة مفصلة إذا تكرمته الآن نرى ركود فيه ركود متوقع سنوات من نقص استثمار فيه بالتأكيد نقص معروض المعروض من نظمة الأوبكت بالتأكيد هناك تباطل الآن في الانتاج الأمريكي إضراب عمال اللي يعملون في قطاع النفط أيضا في النرويد كل هذه الأسباط ما رأينا النفط يصل إلى 150 هل سنشهد نقص في الأسعار والوصول إلى الأسعار المتدنية هذا سؤال أنا أريد أن أبني عليه قراءات أخرى فلتتفضل المشكورة إذا سمحت لي أو أي أحد من الزملاء شكرا لك طيب أنا رح جاوب السؤال ولكن إذا عندك أي تعليق على الكلام اللي قيل سابقا أيضا نحياكم الله بالنسبة للجواب عندما نتكلم عن الأسعار بشكل عام الأسعار تتحدد بالعرض والطلب فعندما ترتفع الأسعار بشكل كبير لأمور تتعلق بمشاكل في المعروض بنقص الإمدادات ترتفع الأسعار وسيكون هناك ردة فعل من طلب والكمية المطلوبة لماذا؟ لأن كمية الدخل عند أغلب الناس محدودة وبالتالي لا تستطيع الإنفاق على هذه المادة فإما أن تقوم بوقف شراءها بالكامل أو ترشيد استهلاكها هناك طبعا وسائل عديدة لترشيد الاستهلاك ووسائل عديدة للتعامل معها أحد أهم الأشياء التي حصلت بسبب كورونا هو العمل من البيت أحد أهم الأشياء التي حصلت بسبب كورونا هو الآن أن الطلبيات من المواقع الإلكترونية زادت بشكل كبير فكل هذه الأمور تخفف من استخدام البنزين والديزل بشكل عام رغم أن هناك من بعض الأدلة تقول على أن زيادة الطلبات من المحلات أدت إلى زيادة الاجتهلاك بسبب عدد السيارات التي تنتشر في الأسواق في الشوارع لتوصيل هذه الطلبات فالعملية في النهاية أنه عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات معينة عالية يعود غالبا إلى انخفاض الطلب على النفط انخفاض طلب على النفط عادة يكون جزئين جزء ممكن نسميه دمار للطلب على النفط بحيث أن هذا الطلب لن يعود على الإطلاق تحت أي ظروف والجزء الآخر هو انخفاض بعبارة أخرى أنه هو تأثر بظروف معينة فينخفض فإذا انقلبت هذه الظروف إلى العكس فإنه يرتفع مرة أخرى أرجو أن تكون هذه الإجابة القصيرة شافية نوعا ما دكتور جاري ألف شكر ألف شكر واضحة بالنسبة لي دكتور أنا بالنسبة للزمن والمشاركين ما في التعليق لكن إذا فيه سؤال تريد مني أن أجيب عليه بالتخصيص والتحديد فأهلا نساء أنا موجودة دكتور شكرا هل متابعين لديهم أي استفسارة أو أي أسئلة عفوا أنا أنتظر الآن الأخ بدر بعده الأخ بن جمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام خير دكتور أناس وجزاك الله خير على هذا النساء الجميل السؤالي حفظك الله تعليقك على مشروع بوتن بتاميم مشروع سخلين الغاز ودعوة وامهال الشركات مدة شهر وأن شركة شيل قالت بفكر بالمساهمة بعدما قالت قالت مسبقا أنها بتنس حق من المشروع تعليقك على هذا الموضوع وكيف بيكون تأثير على قطاع من الطاقة في اليابان وعلى الشركات وهل ممكن نشهد مثل تأثير هذا القرار على الشركات أخرى متعد الجسيات أنها تفكر بالانسحاب من بعض المشاريع حتى لا تقع تحت سيطرة دول الضربية وشكرا نعم سؤال مهم من حوالي شهرين تقريبا في أن مساحة موجودة على موقع الطاقة في يوتيوب تكلمنا فيها عن تفاصيل هذه المشاريع وعما أعتقد نشرت تحت مقال الضحك على اللحة وقلنا في ذلك الوقت الضحك على اللحة لأنه أغلب هذه أغلب مقالته الشركات عن الانسحاب من روسيا غير صحيح ولكن كان هناك في استثناء لشركة شل ومشاريع اسخالين والسبب هو كالتالي أن عندما بدأت روسيا في موضوع اسخالين طبعا اللي ما بيعرف الخريطة اسخالين هي جنب اليابان قريبة منها جدا واكتشفت فيها كميات كبيرة من الهايدروكاربون أغلبها من الغاز روسيا لم يكن لديها في الماضي عندما تم تطوير هذا المشروع لم يكن لديها التقنية ولم يترك لديها الكفاءات فجلبت شركات النفط العالمية التي قدمت التقنية وقدمت الكفاءات قدمت التدريب عندما انتهى المشروع وحقق الروس كل ما يريدون من هذه الشركات اتخذ بوتين قرارا بأخذ خمسين في المية من حصة هذه الشركات ظلما وعدوانا ومنذ ذلك الوقت أعتقد من عام 2008 إذا ما أخذنا ذاكرة وهذه الشركات تحاول التخالص من هذه المشاريع والخروج ولم تستطع لماذا لأنه من هي الشركات التي ستذهب لتشارك بوتين في مشروع هو قرر أن هذا المشروع له أن هذا المشروع أنا ما أريد شركات أجنبية والكل اللي حصلوا من تقنية وغيره وكله أخذوا فهذه الشركات لم تستطع البيع الحصص ولم تستطع التخارج ولكن شل منذ ذلك الوقت تحاول التخارج من هذا المشروع ولم تستطع الآن فرصة ذهبية لهذه الشركات خاصة من نسبة الشركات البريطانية لأن هناك قانون بريطاني يقضي بتعويض الشركات البريطانية التي تتأثر بالعقوبات على روسيا فهي فرصة لشل بالتخارج موضوع التأميم جاء رحمة لهذه الشركات الرحمة لها بالنسبة للشركات اليابانية بشكل عام بعد تجربة اليابان في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت اللي متابعيني الموضوع وخروج شركة النفط العربية اللي الشركة اليابانية كانت في ذلك الوقت وخرجت بشكل مهين المفروض أن تكون اليابان تعلمت درسها من ذلك الوقت وكتب سلسلة مقالات موجودة على الانترنت حتى الآن عن أخطاء اليابان في هذا المجال وعلى سبيل تخفيف من حدة الجدية في هذه المساحة أقول ما يلي فوجئت بعد نشر المقالات أنه جاءني اتصال من شركة النفط الوطنية الصينية ودعوني إلى الصين وطلبوا مني أن ألتقي بكبار المسؤولين وأعطي عدة محاضرات عندما وصلت إلى بكين كان أول شيء قالوا أنه أول محاضرة بدنا إياها هي ملخص كلامك بالعربي بالصحف بصحيفة الاقتصادية السعودية أنه ما هي الدروس أو ما هي الأخطاء التي قامت بها اليابان كي لا نقوم بها فكان هذا أول موضوع واكتشفت بعدها أن هناك أكثر من خمسين مترجم يترجمون الصحف العربية في السفارة الصينية في الرياض فيترجمون كل شيء فواضح تماما من ذلك الوقت أن اليابان لم تتعلم واضح من ذلك الوقت أن فشل اليابان في الخليج كان بسبب أنه اليابانيين عندهم مشكلة في الاجتماع وهم الآن يكررون نفس الخطأ في روسيا وقد يكون هو نتيجة محاولة التوازن بين الأمريكيين والروس وغيرها ولكن في اعتقادي أن اليابان تستمر في أخطائها وتخسر باستمرار في موضوع أمن الطاقة ولكن بالنسبة لشل أعتقد أن هذه رصاص الرحمة شل تحاول التخارج منذ عدة سنوات الآن ننتقل إلى الأخ بن جمين تفضل دكتور هل في بعد الأستاذ بن جمين هل في إمكانية نطرح سؤال على الخاص أو نختم به حتى نعم نعم مساء الخير أنا بس أعتذر أنا في غداء عمل أنا مستمتع بالسمع فيكم وأشكركم على بارك لكن أجلوا مداخلتي خلال ساعة نحن سننهي بعد بعد عشر دقائق إن شاء الله فإذا عندك شيء لا أنا لأني في غداء عمل فخلال نستبع لكم في مساحات أخرى إن شاء الله إن شاء الله حياك الله الأخ سليمان بوحليقة تفضل الأخ سليمان بوحليقة السلام عليكم أهلا وسهلا دكتور أنس واشكرك يا مرحبا للمعلومات القائمة اللي تطحك اليوم عندي سؤال بالنسبة بحق سيارات الكهربائية إذا يعني الشركات كلها تتوقع إن خلال عشرين أربعين العالم كله بتحول إلى سيارات كهربائية هل في مجال أن الطاقة الكهربائية تتسع أن يشحنونها كل السيارات هذه أولى بس عندي هذا الاستفسار واشكرك يا أستاذ أنس على المعلومات دائما وعبتا حياكم الله حياكم الله الجواب ببساطة أولا القرارات الصادرة هي قرارات تتعلق ببعض دول الاتحاد الأوروبي وبالاتحاد الأوروبي وبولاية كاليفورنيا تحديدا هي الدول التي قررت أنه يمنع بيع السيارات الجديدة بعد تاريخ معين غالبا 2030 و2035 ولكن ما نراه الآن هو ما يلي في أرض الواقع أولا لو نظرنا إلى القانون نفسه القانون نفسه يقول أنه هو السيارات الجديدة كلمة الجديدة هنا مهمة لأنه يمكن التلاعب عليها بعدة طرق في هذه الحالة الأمر الآخر بيئيا من أحد النتائج التي ستنتج عنها هو أنه الناس اللي عندها سيارات قديمة تنسير بالبنزين أو الديزل إذا كان عمرها المحدد مثلا عشر سنوات الآن بدأتصير عمرها 30 سنة أو بدأتصير مثل السيارات المولودة بكوبا عمرها 70 سنة فهذا سيؤثر في البيئة سلبيا وينعكس على البيئة سلبيا لذلك القرار بالطريقة هذه غير حكيم الأمر الآخر أن الشركات نفسها القرارات شيء والشركات شيء آخر القرارات أنه يمنع بيع السيارات الجديدة الألمانية والأوروبية تقول أنها ستتوقف عن إنتاج هذه السيارات في هذه الدول وبالتالي فإن مصانعها في إفريقيا ولا في أمريكا اللاتينية ولا غيرها ستستمر في إنتاج السيارات الأخرى لذلك القرار ليس عالمي القرار متعلق بالاتحاد الأوروبي الأهم من هذا كله هو ما يلي وأنا سأجيب عن سؤالك تحديدا بعد قليل أن حتى يتم انخفاض أو حتى يتم انخفاض الطلب على النفط عن المستويات الحالية في عام 2050 في عام 2050 بعبارة أخرى حتى ينخفض عن 100 مليون برميل يوميا نحتاج على الأقل إلى 700 مليون سيارة كهربائية على الطرق 700 مليون وعندما أتكلم عن السيارة الكهربائية أنا أتكلم عن السيارة الحقيقية اللي هي بمفهوم السيارات اللي نحن بنعرفه لأنه كتير من التقارير أما تحط السكودرز والعجلات اللي بسموه السايكل بالخليج السايكل الكهربائي عم يعتبروه أنه سيارة كهربائية أنا لا أتكلم عن ذلك أنا أتكلم عن السيارات اللي نحن بنعرفها أنها سيارات بدنا 700 مليون سيارة بحلول 2050 نحن الآن بـ 2022 كم عندنا سيارة كهربائية بحدود 30 مليون فقط فواضح أن هناك مشكلة وإذا حصل كساد لن يكون هناك أموال كافية للدعم ولن يكون هناك أموال كافية للاستثمار ولن يكون هناك أموال كافية للشراء فواضح أن هناك مشاكل كثيرة ولكن الأمر الذي يجب أن يفهمه الجميع أنه مهما كان الطلب على النفس في 2050 مهما كان سواء 100 مليون ولا 120 ولا 75 حتى لو أخذنا برأي وكال الطاقة الدولية وأنه سينقفض بحدود 20 إلى 25 مليون برميل في ذلك الوقت لو أخذنا رقم 75 هذه 75 مليون برميل في 2050 غير موجودة الآن هذا يعني أن علينا أن نستثمر تريليونات الدولارات حتى يوجد هذا النفط لماذا؟ لأن هناك معدلات نضوب في الآبار ونحتاج إلى تعويض عنها وبالتالي 75 مليون برميل التي نحتاجها في 2050 غير موجودة الآن ونحتاج إلى تريليونات الدولارات للحصول لذلك لا خوف على اقتصادات دول الخليج مستقبلا كما يروج البعض لأنه هذا النفط سنريد الاستثمار فيه ويحتاج في المستقبل حتى لو انخفض الطلب على النفط هل هناك كميات كهرباء كافية؟ أعطيك مثال أنه في السنتين الماضيتين ما حصل في كاليفورنيا لمدة شهر تقريبا عندما اشتدت الحرارة وصار في نقص في الكهرباء أول طلب طلبة حكومة كاليفورنيا من الناس أن لا يشحنوا سياراتهم في ساعات معينة لعدم الضغط على الشبكة وهذه حقيقة وهذا سيتكرر بغض النظر إذا كان هناك كميات كهرباء كافية أم لا سيكون هناك أوقات في السنة سينتج عنها مطالبة الحكومة لأصحاب السيارات الكهربائية بالتوقف عن ذلك وجدنا حكومة النرويج تطالب سائقي سيارات الكهربائية باستخدام المواصلات العامة فهناك أزمة كبيرة في هذا الأمر خلاص الموضوع كله الآن أن بوتين بدون أن يقصد أخر سياسات تطبيق الحياد الكربوني 7-8 سنوات على الأقل بسبب ما يحصل الآن عندما تعود هذه الدول إلى الغاز عندما تعود إلى الفحم ونحن اليوم نناقش موضوع البرلمان الأوروبي وقراره أن يكون الغاز والطاقة النووية ضمن التحول الأخضر هذا كله أشهم في بوتين مع أنه كما ذكرت مشبقاً أن القرار قديم قبل الغزو الروسي لأوكرانيا شكراً لك فقراره فقراره في سؤال هل ممكن نختم بيه من خاص السؤال من أستاذ عبدالوهاب ويعود لبداية الحلقة يقول الدكتور أنا استذكر أن البرلمان الأوروبي وافق على اعتبار الغاز والطاقة النووية أنها حيات كربوني وذكرت حضرتك أن البرلمان وضع شروط على هذا القرار فتعليق حضرتك أن هذه الشروط هدفها موافقة على القرار وليست المنطقية السؤال لماذا حضرتك استنتكت هذا الكلام لأن الشروط التي وضعت هي لضمان تصويت عدد كبير من الدول على القرار بدون هذه الشروط سيخسر التصويت وبالتالي لن يحصل فهم وضعوا هذه الشروط كي تقوم أو يقوم من دبو هذه الدول أو الدول المعارضة أو اللي هم على الحفة كما يقولون بالتصويت بالتصويت عليها هذا هو السبب الرئيسي نحن اقتربنا الآن بشكل إلى الساعة ونصف الآن أعتقد اقترب الوقت باقي عندنا دقيقتين ناخد سؤال أخير لحظة شوي أنا فعلا يعني حابب أن يكون هناك مداخلة من دكتور جمال عقاد جمال دكتور جمال إذا بتحب تشاركنا بأي مداخلة أهلا وسهلا بك أنا أعطيتك المغريفون دكتور جمال أنا أنا أنتظر الآن دكتور جمال طيب الأستاذ عبد الجبار تفضل بعده الدكتور جمال إذا أخذ المغريفون وبعده مننه الحلقة إن شاء الله دكتور الأستاذ عبد جبار يبدو أنه تويتر عبد الجبار دكتور جمال مارد إذا كأنه الدكتور الأستاذ عبد جبار كأنه خرج يبدو وأنه ما يظهر عندي أسئلة أخرى فالأستاذ محمد ننهي الحلقة إن شاء الله أشكركم جميعا على مشاركتكم اليوم وإذا كان في أي أسئلة أخرى ممكن أرسال على الخاص أو وضعها في تويتر ويستمي الإجابة عنها إن شاء الله شكرا لكم وشكرا لأخ محمد يسري من القاهرة شكرا لحضرتك الدكتور وشكرا لكم متابعينا ولكل من شارك المساحة على صفحات الشخصية كل المساحات التي ذكرها الدكتور سابقا موجودة هنا الآن فضلا شاركوها مع أحبادكم كل عام أحضرتكم بخير ونلقى إن شاء الله يوم المقبل من القاهرة تحياتي تصبحون على خير